شكرا جزيلا 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 تفتكروا هي تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة. أحديكم مثال، نحن في مصر عندما كلمنا خلال السبع سنوات اللي فاتوا دول، قمنا بمشروعات للبنية الأساسية تكلفت 400 مليار دولار. وحياة كريمة الذكرة دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتور أماني، هذا ستكلفنا 40 مليار دولار، لكي نستطيع أن نضع نفسنا في مجال مناسب، أريد أن أقارن دولة مثل مصر، لكي أستطيع أن أكون محطة أو مركز للطاقة طاقة الكهرباء على سبيل المثال، كان لابد أن يكون شبكة الكهرباء في مصر، وشبكة النقل بتاعتها، والتحكم فيها، والإنتاج قادرة على استعاب النقل لنا لدولة زي ليبيا، لدولة زي السودان، لدولة زي إسرائيل، لدولة زي الأردن، لدولة زي السعودية، هذا موجود في كل قاراتنا، في كل دول القارة الإفريقية، أنا أقول كده لشركات البترول والغاز موجودة، موجودة للوقت، موجودة معنا هنا، وأنتم شفتم عندما قل الاستثمار خلال فترة الجائحة، تحسباً من أن الجائحة دي نهاية الدنيا، فقلت الاستثمارات، لما قلت الاستثمارات قل الإنتاج بصفة عامة في العالم، عندما قل الإنتاج بشكل أو بآخر، ومع عودة الحياة مرة أخرى بمعدلاتها الطبيعية، لأننا نحتاج أن ندخل استثمارات أكثر، إذن لكي نتكلم على إفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، أنت سألت سؤال مهم أيضاً في الآخر، قلت أنت تتوقع أو تتمنى أن المؤتمر يخرب بأيه؟ فهو قال أنا بضيف بقول قرارات موضوعية متوازنة وعادلة، حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فطورة الظروف اللي مروا بيها، ما ينفعش، البنية الأساسية للقرى الإفريقية عشان تتعامل، وأنا هنا بتكلم عن تجربة مصرية خلصة، خلال السبع سنين اللي فاتوا، عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر، أنا أتكلم، صرفنا ما يقرب من ربعمائة مليار دولار، بالمناسبة، في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إسلاح اقتصادي حقيقي، كان المواطن في مصر ما عندوش السادات يتجاوب معنا، لكن لما وجد النتائج والأثار بتاعة البنية اللي أنا أتكلم عليها دي، تحمل أثار اقتصادية صعبة، بس هو شاف ده على الواقع قدامه ونتائجه أيه، نرجع بقى مرة تانية، إذن إحنا مع أشقائنا في إفريقيا، وأرجو أن شركات البترول اللي موجودة معنا، والغاز اللي موجودة معنا، توصل صوتنا كمان من دلوقتي، وتتحدث بإسمنا، لأزباب إنسانية، ولأزباب أخلاقية، ولأزباب اقتصادية، نحن نتكلم بنقول النهاردة أن أكتر من خمسين دولة إفريقية تفتكر أن هي جهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشرين تلاتين سنة القادمة، أرجو أن أنتم تتابعوا حالة عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا، وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا، ده نجم عن إيه؟ نجم عن قدرات محدودة، ده ما محتاج مننا أن ننظر لإفريقيا، ليس فقط من أن نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الأفريقية، لا، المفروض أن نقول لأزباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية، أحد يقول الاقتصادية أنك أنت تدعم تقوي قدرة القارة الأفريقية، أقول لك أيوة، أنت هتحول سوق أفريقي في مليار، وإخلال العشرين تلاتين سنة القادمين، حصل إلى مليار ونصف، مليار وخمسمائة مليون من أكبر القارات، هتبقى من أكبر القارات اللي فيها نسبة السكان بعد آسيا، أنت هتحولهم إلى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود، دلوقتي إحنا سوق صحيح، بس سوقنا مش غدي، لأن إحنا قدراتنا كدول قدرات متواضعة، فأنا النهاردة لو أنا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي إيه؟ يساوي المال، طب إنت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في أرضي، بعد أنت، يعني ما خدت الكلام ده على مدار الخمسين، ستين، سبعين سنة اللي فاتوا، وتغنيت أنت وأنا زي مانا، أنا زي مانا ميني؟ أنا الدول الأفريقية، أنا زي مانا فقير، لما جاءت أني بقى في فرصة عندي بتقول لي لا ما تطلعش بقى، طب ما تطلعش إيه؟ لا، عايزين تقولوا إن إحنا نبقى الأمر ده كده، إذن الغني يطلع يد الفقير، الغني يطلع يد الفقير، بالمناسبة، أنا ما عنديش قلت الكلام ده هنا على المستوى في مصر، إحنا لما جاءت الجائحة، العالم كله تصور نهاية الدنيا، إحنا ما تصورناش نهاية الدنيا، لأن إحنا عارفين إن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة ديت، وعارفين إن قدرات الإنسان العلمية، هذا العقل الجبار، اللي ربنا أوهب للإنسان دوناً عن المخلوقات كلها، قادر على التغلب على أي أمر موجود فيه، وتعملنا عشان كده ويمكن إحنا من الدول القليلة في العالم اللي حققت نمو اقتصادي إيجابي في الظروف اللي إحنا فيها، لم نتوقف، أخذنا أجراءات احترازية، وتعملنا مع الجائحة بالمعايير اللي من نظامة الصحة العالمية شرحت هالدة، وتحركنا فيها، لكن لم نتوقف لحظة عن العمل، ما كانش فيه جديد، يعني قبل الجائحة زي بعد الجائحة بالنسبة لنا، وأنا بقول لكم، النهاردة تغير المناخ، العالم الإنساني أو البشر قادر على تجاوزه، ويمكن أنا مقدرش أقول ده دلوقتي السني، لكن للشباب الصغير اللي موجود اللي عنده، اللي هو الأجيال القادمة، لا تنزعجوا من هذه التحديات، فالإنسان قادر على التغلب عليها، هنتغلب عليها مفيش كلام، هيفضل الإنسان يطور ويكبر ويخلي الكرة الأرضية دي، يعني معجزة كبيرة جدا جدا، أختم كلامي، وأقول إن إحنا عايزين من الشركات اللي موجودة معانا، إنها تكون سطنة من دلوقتي، مش حتى أول من الموقف يجي في نوفمبر من السنة دي، نوفمبر القادم يعني، لمن دلوقتي من فضلكم، لازم تراعوا إن القارة الأفريقية محتاجة تعمل بنية أساسية، ومحتاجة أموال من ثرواتها اللي موجودة، وعايزة فترة انتقالية أكبر حتى تنتقل من الحالة اللي موجودة ديت، أو اللي إحنا بنتمناها فيما يخص استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بشكل أكبر وأوسع من الوضع الحالي اللي موجود في قارتنا، أنا بشكركم وسعيد بلقائكم، وإن شاء الله تنعموا بتوجودكم معنا هنا في مصر، بالنسبة للمحطة CNN، نرحب بك، ونقول لك عندك فرصة أنك تنزل وتلف في مصر، وتتكلم مع الناس، وتشوف الموقف في مصري، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.